طيب نستمع بعد كده إلى أسماء من الأقصد فضل يا أسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويري المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارك الله فيك يا أسماء تلوتك طيبة مصود جميل بس ننتبه لحاجات صغيرة تجعل التلاوة أجمل بحول الله وقوته فين؟ رقم واحد أنتبه للتشديد في الدال أدّي 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 يبقى هذه دال ومشددة ما خليهاش خفيفة أدّي لا أدّي دواح اثنين نستعين السكون في السين أنتبه له جيدا لأن الحرف الساكن يجب أن أنتبه لصوته جيدا وأن أقرأ نستعين نس وبالأخص لما يكون السين وله صوت وصفير فننتبه له طيب كمان الميم الساكنة عند الوقف عليهم ميم ساكنة هم هاكسر ميم سكون هم مش عليهم لا الميم الساكنة عند الوقف ليس فيها غنّة واضحة نعم فيها غنّة في أصل الحرف لكن ليست واضحة ما خليهاش من ميم ساكنة إلى ميم مشددة لا فأنتبه لهذا بارك الله فيك وكذلك لما نفى صديق في آخر كلمة عشان المدّي اللازم أقف مضطر ثم أعيد مرة ثانية لا مانع إنما تلوتك طيب يا أسماء جزاك الله كل خير